وعما أنا ماشي عما لا أسمع إشعاد وعما لا أسمع كلمات وعما لا أسمع محزير وعما لا أسمع مخاوف من بعض الناس لا أساسة لها من الصحة رغم أن أنت طول ما أنت ماشي شايف المشاريع كلها شغالة وشايف كل الحياة عادية تماما تماما المصانع شغالة المدارس شغالة الجامعات شغالة حتى مباراة كرة القدم ولا كاس مصري دوت ولا كله شغال وبيلعبه مباراة في مواعدها وده بيكسب وده بيخسر بس أدي أدي بمنتهى البساطة حتى المسارح حتى الأبرة حتى المقاهي حتى القفيهات حتى المولات حتى المحلات حتى شغالة أيوة فيه أزمات فيه فيه غلاء معيشة طبعا والكل يا إذا كان الغاني شكى الغاني اشتكى فيه أكتر من رئيس الدولة يطلع يقسم بالله يقول أنا عارف أن أقل من دخل شهري عشر تلاف جنيه للمواطن ما يكافيش لما يكون رئيس الدولة بيقولك هذا الكلام بمنتهى الشفافية والصراحة يبقى هذا الرجل مقدر لما يعانيه الناس ولا مش مقدر مقدر إنما حضرتك المولى بيقول في كتابي العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى كل ما في المسألة حالة من حالات الصبر والاستفاف علشان ما نهدش اللي راح أعجبتني كلمة السيد الرئيس اللي لازم أفكركم بيها تاني وطبعا أنا عارف وأنا بتكلم الكلام ده بالزي ده إن البعض متوقع أن أنا أدور الحلقة عن حيض النفاس وعن الحيض وعن النفاس أظن البعض مستني أكلمكم عن الجنابة وكافية التطهر من الجنابة والغسل والطهارة وحكم تحريك الخاتم أثناء الوضوء وحكم استخدام السواق وهكذا أنا عارف أن البعض كان عشمان الحاجات دي لها كل الاحترام والتقدير إنما مش دلوقتي لأن عندنا ما هو أهم من ذلك الأمر جلل الخطب جلل إيه هو الخطب الجلل؟ أحداث عالمية اللي عالم كله بيرزح تحتها فتصور لما العالم كله بيعاني كان في فترة نقاها في محاولة التعافي من الكوفيد ناينتين أو مشكلة الكورونا وخرجوا على أزمة الحرب العالمية اللي موجودة حاليا محدش يقول ليها لسه هتبدأ لا هي بدأت خلاص الحرب العالمية شغالة إنما الموجات الترددية بتاعتها بتختلف من دولة إلى أخرى دي كل ما في المسألة فلازم حبيب اللي قاعدين بينظروا على صفحات السوشيال ميديا اللي عندهم سقف طموحات عالي لازم يبقوا عارفين إن احنا في حالة حرب حالية احنا في حالة حرب الحالة الحرب دي تداعيتها جات علينا احنا مش نقصين مش وقت دلوقتي أي طلبات أخرى أو طلبات فقوية أو مطالب خاصة احنا كلنا في حالة استفاف وفي حالة حالة استنفار عارف يعني حالة استنفار إن احنا لابد إن احنا نكون شديدوا الانتباه والحساسية لأي كلام وما تسمحش في أي مكان انت فيه لو انت قاعد في المترو وواحد بيفتي من الفتايين اللي قاعد عمالين قاعدين على المراتب والشيلة وقاعد يقول لك المفروض وإحنا تظلمنا وفين الريس وفين الحكومة لا أنا عاوز كل واحد يكون عنده القوة إنه يرد عاوز كل واحد يكون عنده القوة إنه يصد إنه يبين إنه يوضح يوضح المشاريع اللي اتعملت يوضح الكهرباء اللي ما بتنقطعش يوضح الميا اللي بتوصل لبيوتنا يوضح السلع اللي غالي قابس موجودة يوضح إنه فيه مواصلات نازلت بتتعمل ويوضح إنه فيه طرق تم افتتاحها يوضح الكبار اللي لو لاها لكرت البلد وصلت لحالة شلل تام يوضح الإنشاءات في المدارس والمعاهد والمستشفيات والمصانع